أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انتلقى احتفالية كتف في كتف برعاية وحضور الرئيس السيسي ذلك الحدث الخيري الأكبر الذي ينظمه تحالف الوطني في استاد القاهرة وذلك احتفالا بجهود ألاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع 6 ملايين كرتونة مواد غدائية لتوزيعها على 20 مليون مواطن بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك الاحتفالية تأتي بمشاركة 300 ألف متطوع من التحالف الوطني في كافة المحافظات وبحضور جماهري موسع من المتطوعين والشخصيات العامة والمؤسسات وجمعيات العمل الأهلي يأتي ذلك ضمن فعاليات احتفالية جماهرية هي الأكبر من نوعها ينظمها التحالف الوطني تحت شعار الخير حيفضل لف تلمحنا كتف في كتف وذلك بمشاركة كافة مؤسساته التي تضم 34 كيانا تنمويا تمثل كبرى مؤسسات وجمعيات العمل الأهلي في مصر بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية